فتعالا نشوف. تعالا نشوف. الهدفين والراجل. الشغط الاول هو بطل وبامتياز. طبعا. تلات لقطات خطرة في الشغط الاول كلهم تريزي جي. هادي دي بداية اللعبة طبعا ماشي. دي بداية اللعبة. الكرة من ناحية الشمال. والراجل طبيعا بص كل ده هو لسه ما دخلش هو اللي هناك. كمل. كمل بعدية الفريم اللي كمان. بص بقى. بص بقى الراجل فين ارجع تاني معلش. معلش ارجع فريم كمان. بص يا كريم. الراجل اللي عامل الكروس في الأساس فأقصى ناحية التانية هو تريزي جي بص بقى الرؤية والاسكان ومهاجمة المساحة هو عنده المساحة اللي قدامه دي كلها فاضية وده خطأ كبير طبعا من فريد بوركي نفسه فانت لما تيجي تهاجم المساحة بالشكل ده وانت متوقع ان الكرة والاسكانين كمان بتاع صلاح عظيم ان صلاح يقلب الكرة في الحتة دي تعديدا ويدخل بعد كلا وبيمينه هي القرار والاسكانة محمود اي حد تاني هيبدل واقف عليها ويعديلها على شمال عشان نحطها يكمل بص بقى حركة تريزي جيه ركز مع حركة تريزي جيه اخر لعيف في الصورة فوق منتخب مصر والراجل مركز وعمل اسكان بيهاجم المساحة منتظر الكرة الجيله في المساحة كامل فريم اللي بعده دخل قطع قبل الراجل يكمل كمان فريم كمان فريم دخل وقابل الكرة بص من الكرة بعيدة على فكرة كريم مش قريبة ارجع كمان ارجع كمان فريم الكرة بعيدة مش قريبة ابدا تفاصيل الجول هي اللي صعبة الراجل متابع وبيهاجم المساحة ويخش لعبها برأسية هو لعب مش تخصصه ايجادة الرأسيات ويحطها بالشكل ده في التمانية بالطريقة دي كريدت كبير جدا جدا لتريزي جيه بيكمل مسيرة مستوى ثابت او شبه الثابت في السنوات الاخيرة ولأ هو يستاهل ان امتو تصوخات اقترب من 10 مليون ويستاهل اكتر من كده 10 مليون يورو هو راجل عنده 30 سنة لا يستاهل والكريدت وخلاص انا الاول انه يخرج من عباية الراجل التاني ابدا في انتخب مصر هاتلي بقى الجنة اللي بعده وبعدين راكلة الجزاء سريعا عشان الوقت دي الرأسية يا كريم والتوجيه بص كمل الفريم اللي بعد وقف قبل ما تروح الفريم اللي بعد ارجع معلش تاني هو طالب الكرة دي اصلا من قبل ما تتلعب في العوق يا كريم بص تريزي جيبي شاور هناك في اقصى الصورة فوق ناحية الشمال هو طالب الكرة دي من قبل ما تجيله وراح تلوش فضل متابع ما زيقش فيه لعيبة دايما لما الكرة ما تجليش وانا واخد مساحة او مكان صح ازهق لا لعيب زيه لا هو ما زيقش هو متابع الكرة عشان الكرة هتجيله بعد كده الكرة هتتحط العب العب الفريم اللي بعده على طول كمان فريم كمان بص باكري عشان هو واخد المساحة والبوزيشن انجي بتاعه صح بيهاجم نفس المساحة ونفس المنطقة لما انا كلاعب اتواجب في نفس المساحة والمنطقة يبقى رقم واحد انا لعب بجيد التصرف في الكرة اتنين انا لعب ملتزم بتعليمات المدرب ان انا واخد المربعات دي وبشتغل على المساحة دي بتتكلم على احترافية طول الوقت الراجل بيمارسها في الملعب مجهود اهتمام سكانينج مهارة هنا بسكمل بقى هات الكرة اللي بعدها على طول الفريم اللي بعده ماشي فريمين لحد ما الراجل يقرب له الطبيعي ان اي حد من اينا هيعمل ايه هو لعيب ايمن في الاساس حط في البعيد هيحطها بالبعيد هيعمل ارتو يحطها في المقص لا وده تريسي جي وده تريسي جي يعني تريسي جي هو بتاع الارتو وصراح بيعملها من ناحية تاني صح دايما اي لعيب القرار اللي الاولان هيعمل ايه فلاقى الراجل انه مجر تعمل له بلوك او الكرة تغبط في المدافع اللي قدامه راجل منطقة البساطة عشان ثقةه كمان في رجله الشمال فتزود على كل اللي قلناه ثقته في رجلال اتنين زي ما كان عنده ثقة في الرقصية اللي حطاها ثقة في الرجل الشمال كمل فريم اللي بعده والدقة في الانهاء بعدها يابان من الزوية العكسية في الفريم اللي بعده كمل كمان فريم كمل كمل بص بص هنا يا كريم كل ارجع معلش الفريم ده كل حاجة هنا بتقول ان احطها بطن رجله في البعيد كل حاجة لكن هو ولا معماش ده خالص هو شايف المدافع وهو جايله خاف انه يمد رجله في اتجاه الكورة يعمل له بلوك فروح داخل لجوه تاني كمل بقى الفريم اللي بعده اسرع فريم اللي بعده دخل الرجل فتح لنفسه الزاوية رغم ان هي مش سهلة ومش زاوية مفتوحة ضقة الانهاء بتاع الترزيجي تساوي كتير وتساوي تمنه وارجع وقولك تاني انا بالنسبالي كان منتخب الارجنتين لحد ما اخد نسخ الكاس العالم كان انخل دي ماريا بيقدم عطوات كبيرة قوي قوي مع منتخب الارجنتين لكن دائما كان فيه ميسي منتخب مصر عندنا محمد صلاح طبعا لكن قاني القوان انه ترزيجي ترزيجي ياخد حقه وانه يطلع سننا لفوق ما يقاش واخد دائما دور انخل دي ماريا شكرا